اشتركوا في القناة ومع كون خطر التنظيم الارهابي يهدد امن العراق باكمله الا ان المحافظة على امن واستقرار العاصمة بغداد له اهمية خاصة حيث اشار خبراء الى ضرورة زيادة الجهد الاستخباراتي والمتابعة الحثيثة لتمكن من ملاحقة خلايا التنظيم الموجودة في مناطق حساسة في العاصمة خاصة شمال قضاء الطرمية نتيجة موقعها الحساس واحتوائها على مساحات زراعية شاسعة ومناطق سكنية الامر الذي يصعب الوصول اليها الا من خلال الطائرات محافظة العملات المشتركة والاجهزة الامنية في محيط بغداد من السيطرة على تحييد نشاط تنظيمات داعش الارهابية ولاسية في مناطق حساسة على العاصمة بغداد في شمال مناطق الطرمية والمشاهدة والتي كانت في بعض الأحيان تأوي بعض الخلايا المتاهبة التي ضربت أمن واستقرار المنطقة باستهدافه لبعض نقاط الأمن والسيطرة في تلك المناطق ولهذا أصبح لزامة الآن أن تزيد من حجم الجهد الاستخباراتي والمتابعة والملاحقة تلك الخلايا ومنذ انطلاق العمليات العسكرية لملاحقة فلولي داعش شمالية بغداد قبل خمسة أشهر من قبل القوات المشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحجد الشعبي وبإسناد جوي من قوات التحالف أصبح لهذه العمليات أهمية كبرى في الحفاظ على أمن البلاد بشكل عام عبر البدء من تخوم بغداد باتجاه المحافظات الأخرى وصولا إلى أبعد نقطة على الحدود العراقية هذه العملية ضرورية جدا وهو عملية البدء من تخوم بغداد باتجاه المحافظات الأخرى وليس بالعكس وهذه الحالة ضرورية جدا من أجل الحفاظ على أمن العاصمة العراقية بغداد وكذلك السيطرة على وضع الأمني والذهاب إلى أبعد نقطة في كل الحدود العراقية وبالتالي عودة استثباء بالأمن العراقي التنظيم الإرهابي الذي يحاول إرسال إشارة واضحة إلى أنه ما زال يشكل خطرا على مناطق مختلفة ويقوم بالتفاعل مع المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة يجد أمامه عمليات عسكرية دقيقة لضرب عناصره وملاحقتهم للقضاء على أي تهديد لأمن واستقرار العراق